صباح الخير يا حلوين عاملين ايه وحشتوني جدا جدا انا عارفة ان انا منزلتش فيديوهات من فترة طويلة فانه هيدا ان شاء الله هنبتدي كده ناجع في القناة زي الاول ونحاول ننزل فيديوهات تاني انا الفترة اللي فاتت كنت اخدا اجازة كده شوية بغيح وشوية كمان كنت بعمل فيها مشروع جديد عايزة اعمل اابليكيشن رسمة هينزل ان شاء الله قريب جدا وهعمل لكم فيديو عليه مخصوص علشان تجربوا الابليكيشن ده وتقولولي رأيكم بس النهاردة حبيت ناجع كده بفيديو صغير عن ازاي ان احنا نحاول ملامح الوش ونخليها من شخصية طيبة لشخصية شغيرة ما تنسوش لو حبيتوا الفيديو ده تضغطوا على اللايك وتدعموني علشان ناجع تاني للقناة وننزل فيديوهات اكتر وبس كده يلا نبدأ الشخصية اللي انا اخترتها علشان اغير ملامحها هي شخصية ياسمين من فيلم علاقة دين بتاع ديزني اكيد طبعا كلكم عارفينه هبتدي اول حاجة اعمل الاوتلاين بتاع الشخصية يعني الجسم والشعر والتحديد بتاع الوش والحاجات البسيطة اللي في الاول الحاجة الوحيدة في الاوتلاين اللي انا حاولت اغيرها شوية هي المنطقة بتاعت الوجنة والمنطقة بتاعت الفك اللي هي تحت طبعا لو عايزين نخلي شخصية شغيرة لازم الملامح بتاعت الوش تكون منكسرة وحدة شوية فانا حاولت ان الحتتين دول اللي هم فوق وتحت يكونوا منكسرين كده وحدين علشان يساعدونا لما نرسم الملامح ان الشخصية تبان شغيرة وابقيت الاوتلاين عايزي جدا ما فيهوش اي اختلاف عن شخصية ياسمين اللي احنا عارفينها بعد ما نخلص الخطوط الخارجية ونأكد عليها هنبتدي دلوقتي نرسم الملامح اول حاجة واهم حاجة علشان تطلع شخص شغير هو ان انت تخلي بالك من حواجب الشخص الحواجب بتفرق جدا في الشخص ده سعيد او حزين او شغير او اي حاجة تانية الشخص الشغير في الكارتون دايما بيخله الحواجب من الوسط نزلل تحت اوي ومن الاطراف طالع على فوق اوي يعني بيكون فيه مبالغة شوية في المنحنة بتاع الحواجب هو ده اللي انا بعمله دلوقتي بحاول ان المنحنة يكون بادي يعني من تحت وطالع على فوق بشكل كده مبالغ فيه علشان لما نكمل بقية الملامح هيبان دلوقتي ان شخصية ياسمين شغيرة فتحة العين والانف هعملها زي ما هي في شخصية ياسمين الحقيقية احيانا كتيرا في افلام الكارتون لو عايزين يخلوا شخص شغير بيكبروا الانف بتاعه لكن طبعا حجم الانف ملوش عراقة ابدا الشخص شغير ولا طيب علشان كده انا هسيبها زي ما هي وبعدين هنيجي على الفم وهتلاقوني بعرض الفم شوية بخلي الخط كبير وعريض وبوسع برضو الفتحة بتاعة الفم علشان تباني انها دحكة مبالغ فيها طبعا الدحكة المبالغ فيه ده لو الحواجب كانت منحنية انحناء بسيط كان هيباني ان الشخص صعيد جدا لكن علشان الحواجب مدية شخص شغير فالدحكة المبالغ فيها دي هتباني ان الشخص شغير جدا وان هو يعني ايه بيعمل مصيبة كده وفرحان بيها فهو ده اللي انا بعمله دلوقتي وبرسن الشفايف برضو شفايف وفيعة لان الشفايف الممتلئة عادة في الكارتون بتدل على ان الشخص طيب وكمان فتحة الفم الواسع قوي دي بترفع الشفايف حتى لو هي شفايف تخينة اصلا هنيجي ده الوقتي على القزحية بتاعة العين ومن الحاجات اللي بتبين الشخص شرير ان انت تصغر القزحية بتاعته فبنرسم دواير وفيعة كده وصغيرة علشان يباني ان الشخص مبرق وان هو شرير دايما بتلاقي في افلام الكارتون ان الشخص الطيب او الكيوت كده بيكون القزحية بتاعته كبيرة جدا واعنيه كلها كبيرة جدا لان العيون الكبيرة دي بتديك احاء ان الشخص ده حلو وطيب وكده فده السبب ان انا صغرت جدا القزحية هنا بنعمل تأكيدات على الملامح اللي احنا رسمناها بالفعل اكتر حاجة بأكد عليها هي الحواجب بحاول ازود المنحنة اللي احنا عملناها اكتر لان زي ما اتفقنا كل ما كان المنحنة مبالغ فيه قوي كل ما بانت ان الشخصية شريرة اكتر فهو ده اللي انا بعمله دلوقتي بحاول اكد على الحاجات اللي انا بلغت فيها اصلا كل ما بلغنا في الموضوع كل ما بانت ان الشخص شرير اشتركوا في القناة وبعد ما تعجبنا الملامح ونتأكد ان كل حاجة كويسة بنحدد الرسمة بألم حبر السود وبعدين انا قررت ان انا ألوانها بألوان مية طبعا انت تقدر تلوانها بأي ألوان انت حبيبها الألوان المائية اللي انا بستعملها اسمها فانجوخ ودي انا اتكلمت عنها كثير جدا برضو تقدر تستعمل اي ألوان مائية يعني نوع الألوان مش بيفرق خالص اشتركوا في القناة تاني واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم